اشتركوا في القناة هناك حل بسيط جدا وسهل هو انك تخليه كأنه تطبيق عندك على الجهاز كل اللي عليك بتسويه انك بتدخل على سفاري متصفح سفاري العادي اللي عندك اللي بيجي فيه اي ايفون او اي اي بات وبتدخل على موقع صراحة دوت كوم هحط لك هذا العنوان اسفل مقطع شرح باليوتيوب كل اللي عليك بتسويه بعد ما بتضغط عليه بيفتح لك هذه الصفحة عادي بتحط ايميلك او بتحط اليوزر تبعك بتحط كلمة السر وانتهى الموضوع كل اللي عليك بتسويه تضغط على هذا السهم اللي هنا اللي بالاسفل وبتقوله اضافة الى الصفحة الرئيسية بهذا الشكل وهنا تقدر تخليه مثلا تكتب عليه تخليه مثلا كلمة صراحة فقط لغير وبتضغط على كلمة اضافة الان بيجيك بهذا الشكل كأنه تطبيق من الابستور عادي جدا فكل مرة هتفتح التطبيق هيجيك بهذا الشكل كده صار ما تأثرنا بحث تطبيق صراحة من عندك يعني هذا هو الصفحة وهذا هو التطبيق الرسمي تبعه نفس الشي كلها تؤدي نفس الغرض بالنهاي اعطيكم الفعافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة ترجمة نانسي قنقر